وجد سائق سيارة الأجرة غير الشرعية الكلوندستان مناخل مناسبا للربح باستغلال حاجة بعض المسافرين للنقل من خلال اللجوء إلى ما يسمى الكورسة مع مضاعفة التسعيرة مقارنة بما تعتمده سيارة الأجر القانونية إلى الأضعاف هذا الشاب القادم من ولاية شلف يروي تجرباته رغم توفر وسائل النقل ولو بعدد محدود من سيارة الأجرة والحافلات إلى أن الكثير من المواطنين عانوا من طول الانتظار وتأخر بعض هذه الوسائل في نقلهم إلى وجهاتهم والسبب العدد الكبير للمسافرين رغم الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الجهات المعنية المتمثلة في ضمان نقل المسافرين قبل وبعد العيد إلى أن تجار المواسم باتوا يتفننون في استغلال أي مناسبة لضرب جيب المواطن دون ضمير في ظل غياب الرقابة على نشاطاتهم